الجمعية هذه بالتأكيد عندها عمل عندها استراتيجية عندها أهداف تحب تحققها هل هي في تناغم وانسجام مع الوزارة مثلا مع وزارة التربية؟ لا هو مالورزمان مع الأسف والسنوات اللي احنا تكون فيهم المدرسة التونسية عاشت أزمات وأزمات دونك الوجود متاعنا كان ربما مواقف نعبر عليها باش ندافع على حقوق التلامدة في القراية دونك ما كناشي في معانتها في مسار احنا شنجموا نعملوا معك انتي كوزارة كمع الدولة باش ندعموا هالأداء المؤسسة التربوية اليوم ربما في الوقت هدايا الطموح متاعنا ومش الطموح والغاية متاعنا اليوم يجبنا نوصلوا باش نأهلوا هالمنظومة التربوية التونسية وباش يولي الولي مشارك أساسي في كل ما يتعلق بالشأن التربو هذا رهوا منصوص عليه بالفصل 52 من الدستور التونسي وقل كلف الدستور الدولة مع الأولياء بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم والريحاية والصحة والكرامة دونك اليوم ما نصوروشي أنه نجاح المنظومة التربوية حتى وكان أنا ربما من جهتي مخل خليني أنا حط مخل الدولة يزمها دعم وجود الولي خاطر بلا مشاركة الولي ما فماش حتى نجاح المنظومة التربوية على خاطر المشاكل الكل الموجودة في المنظومة التربوية رهوا متنجم تتعالج كان بمشاركة الولي مشاركة الولي في داره في محيط ربما المؤسسة التربوية بعصاعدة في داخل المؤسسة التربوية وحتى في مستوى مع أن تضبط السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتربوية والتعليم في تونس نعم طبعا الشأن التربوية يعني محبول على الوزارة أنها تهتم بيقبلكم انتوما بانسير هو لا احنا شوف أنا نظرتي أنا وقراءتي مش قراءتي أنا الشخصية ماريتو الشأن التربوية في خطوطه العريضة في توجهاته السياسية والاستراتيجية هو شأن وطني المستمعي بامتياز بانسير على خاطر اليوم وقت نتعمقه شوية شنية المدرسة اللي نحبوها في محوريها الأساسيين التربية والتعليم شنو المهن المستقبلية شنو كل هدايا متعلق بعديد الوزارات وعديد الأطراف والاختصاصات بكيت أما وقل نشيو أحنا في تنفيذ هالبرامج هدية على خطر في نهاية الأمر عندما تحدد السياسات والبرامج وتحط المخطات ثم تنفيذ التنفيذ هذا يكون بالتوازي بمشاركة الأولياء ومن تجمش الوزارة توصل باش نفذ وتحقر الأداف المطلوبة إذا الولي ما يكونش هو بالحق مشارك في كل ما يتم تحديده نعم طبعا المنظومة التربوية تشكو من برشا مشاكل كما الانقطاع المبكر هذا عنده تأثير سلبي كبير على المستقبل مستقبل البلاد كذلك وتدني النتائج أيضا في برشا مرات نشوف أنت وضعت صبحك على مع الأسف هالزوز أمراض الثبيثة اللي تعاني منهم من مضومة التربوية الانقطاع المبكر عن دراسة اللي هو عنده علاقة بالتدني النتائج واللي هو عنده علاقة بكل الظوهر السلبية اللي نشوفوهم اليوم ونحكيه على العنف نحكيه على الغش نحكيه على معناتها الدروس الخصية نحكيه على الأشياء اللي يعاني منها اليوم الوطن والمجتمع والولي راهوا السبب منتاحهم الأساسي هو الانقطاع المبكر عن دراسة سيلحبيب نذكره نعطي بس على المبكر عن دراسة راهي ظاهرة ما شديدة ما هي شي ظاهرة العشرة سنوات الأخيرة من قبل هي ظاهرة موجودة في الثمانيينيات إصلاحي 91 و2002 جاءوا بالأساس باش يتعاملوا مع انقطاع المبكر عن دراسة خاصة في المرحلة الابتدائية خاطر كان هو يميز المرحلة الابتدائية شا عملوا مع الأسف ديما مو تعرف أنت اليوم إذا ما تخذش القرارات سائبة فيعوض لي أنت مش توصل إلى الحل تلقى روحك زي تعمق في المرض عملوا هالارتقاء الآلي المصيبة الكبيرة معنى تضربت بها المنظومة التربوية هو الارتقاء الآلي على بتعلت أنه راهوا مهدايا معنى تدعم للمجال الأمني والاجتماعي شا عملنا سلاح بيه حولنا الإشكاليات للقطاع الآلي وش معنى الانقطاع الآلي نحينا سيزياما معنى الانقطاع الآلي نحينا إجبري سيزياما حولنا هالإشكاليات اللي كانت مطروحة في المرحلة الابتدائية حولناها إلى المرحلة الاعدادية والثانوية ولينا شنا عملوا في 2002 في 2003 استعملنا لقينا ما علجناش الوضع استعملنا هكذا 25% في الباك وربما غاضينا نظر على المجهود اللي يتعملوا العائلات في الدروس الخاصية وقعدنا سيلح بيه سيلح بيه ونأكد هنا 30 سنوات واحنا نتعامل مع منظومة مريضة وكأنها متعافية العبادة الكل بتحكي انتي تحكي له على النتايش انقطاع المبكر عن دراسة يحكي لك على نسبة مدرسة يحكي لك على الانجازات الاستثناءات متاع أولادنا البراءة وانا بالنسبة لينا هالأشياء هدية معناتها خطيرة في الوضع الكلام هذا اكتبناها سيد الرئيس البرحة لورا في رئيسة مفتوحة في رسالة مفتوحة الكلام هذا انا اتحمل مسؤوليته من قراءة المعطيات اللي هي مهبطتها لوزارة التربية واللي هي معناتها متعلقة بالفترة اربعة وثمانين الفين وثلاثة وعشرين دونك الحل هو انه ناخفو نرجعو ونخزو للاشكال من الزوايا الصحيحة والمسافات الصحيحة وركزوا كل تركيز السلحبيب على المرحلة الابتدائية راهوا السيس السيس متاع البناء المدرسي المشروع الدراسي في مستوى التلميذ وفي مستوى الوطن هي المرحلة الابتدائية هي اللي نقيم عليها بقية المرحل والمرحلة الابتدائية تشكو مما تشكو منه خاصة في الجهات البعيدة في الأرياف يعني الظروف القاسية أكيد أكيد شوف الاشياء هدية ولينا احنا ما نعمل معنا نحل القوس القوس سألوا الوزيرة البارح والبارحة قالوا لها سيدة سلوى سيدة سلوى عباسي نعم قالوا لها عليش الإجبارية متع السيدة قالتوا لا في الوقت الحاضر لا عليش عندهم ضغوطات متعتاقة استيعاب اليوم بالمناسبة نتمنى التوفيق والنجاح لولادنا وبناتنا اليوم يعديوا في السيدة ونتمنى وغدوة ونتمنى كيف كيف التوفيق والنجاح لولادنا اليوم يبدأوا ياخدوا في النتائج متاحهم في البكالوريا سألوها عليش ما تعممش وما تقررش إجبارية التعليم قالتوا عندي تاقط استيعاب افكتف ستين ريزون تري تري فلاب خاطر اليوم وقت تاخد الولاد والبنات يمش وعديو 28% من 200 و4000 معناتها 72% اختاروا باش ما يعديوش معناتها 72% انا في قراءتي نقول هذو 72% وكان عدو ستزيان ما ينشحوش دون بش رسبو 72% ستزيان 150 ألف وانتي في تاقة الاستيعاب متاعك في السيام عندك 200 ألف دون فوزيت أبليجي مجبور عليك باش تلوج فضاءات و السيد لكن الحل هذا من دوش أم معناتها مرض مرض بما آخر وفيعتك أنا بالنسبة ليانا هالحلول الترقيعية رهي مش هذيك هي بالعكس تخلي انتي شمع لتانتي في نهاية الأمر هال 150 ألف خليتهم يتعداوا وتعرفهم في نهاية الأمر هؤلما شخرجوا من المقتل على الدراسة ولا شخرجوا في السنوات الأولى أوصم اقتراح للذهابي للتعليم التقني يكيد لكن أنا بالنسبة ليانا هذا أمر معقول معقول حتى التكوين المهني نجم رجع تكوين المهني كما كان اليوم الإشكالية تبارشا يتخرجوا من مدارس التكوين المهني وتبارك الله ينشف في حياتنا اليوم التكوين المهني ينجم ينشف حتى طلب اليوم المتحصلين على شهيد العليا اليوم معناتها ضرورة إذماجهم في الحلقة الاقتصادية وتمكنهم من خدمة نجم تعملهم انتي تأهيل وتكونهم في مستواهم ينجم ويخدموا ننبرتكوة ونشوفهم على في الغرب ينجم يكون عنده ديبلوم ويخدم يخدم يخدم معناتها اليوم الخدمة هي شعار الخدمة هي شرف الخدمة هي كرامة اليوم أنا نحلل ببنى الكل بقى نرجعلك على نقصة التكوين التقني راه الإشكالية يجبك توصل أنتي التلامت بتاعنا إلى المستويات المطلوبة اليوم سيلاحبيب تكوين المهنية تستعمل الأورديناتور تستعمل معناتها يونسي سنس بار أورديناتور دوك اليوم والدك والبنتك يكون عنده مستوى مستوى كافي في القراءة والكتابة والحساب والفاق الي هو اليوم سبب العلم الخفاق متاعنا اليوم الوليّة والبنية اللي انقطع عن الدراسة نسألوهم وقلهم زب عليش فماشي واحد عاقل عنده مستوى ويعرفوه ويكمل وربما يعرفوه وياخذ الباك ويخرج ما نتصورش الاستثاثات دي ما تبقى موجودة الاستثاثات تأكد القاعدة ما هيش القاعدة طلقة حالات السنة يبقى ظروف عائلية اليوم اليوم التلميذ في الباك يغش يلجأ يلغش خطر يعرفوه ومش ناجح اليوم عندك اليوم عندك حالات متاع تلامذة مرسمين في الباك وممشوش يعديوه علاش على خطر يعرفوه ومش ناجح دوركم انتوما انكم تحفزوه او تعطيوه شحنة معنوية باش يتعلق بشي من الامل اكيد هيك سي الحبيب لكن توجه هذا يلزم انتوما ترزوه من قبل لكن توجه وطني اليوم اليوم وقت ناخو انا المشروع التربوي شنحط له لطوروت وصحيح فما التدخلات الجانبية لكن الدخلات الجانبية اذا ما تكونش هي في اطار متكامل تقولي انت كينك ترحي في الماء كينك تحرف في الماء صحيح مش هذا الغاية متاعنا دوك الغاية متاعنا كيفاش المنظومة التربية توصل بالتلميذ الى المستويات المطلوبة باش هو يختار المنهجية السليمة باش يعيش حاجة اخرى سمحني زي قلبي معبي يراه في الموضوع هذا اليوم انا قلت اليوم نستعمل في عقلية السهل المستحيل اليوم الانظمة التربية المتميزة سيلاحبيب راهوا الكل عندها خطوط تلتقي فيها المنوال التكويني الكوني يتلاقى في الابعاد متاعه الاساسية التربية والتعليمية والدك تربيه في تولس لكنه نجم يعيش في امريكا ولا في ايطاليا ولا في القطر ولا في اي بلاسة اخرى والدك تكونه وتعطيه خدمة ما ينجم يخدم في تونس كما ينجم يخدم في قطر ولا يخدم في فرنس ولا في المارك وكان احنا مادم يتكون والدولة تصرف عليه يبقى هذي لا لا حبيت نقول انا التفكير الزايد اليوم نشوفه العباد شعملت نشوفه شنو الواقع نشوفه العجر ونحاوله باش نختزره الاجال راهوا اليوم وقدي تربح الوقت تربح الفلوس وتربح مع انت ضمنت مستقبل مئات الاليوم بتاع أولادنا أخيرا سيريضاء الاولياء متفعلين معكم انتو وما نشوف فما نوع من الاستقالة من برشا اولياء ما يتبعوش ما يهتموش بمسار التعليم انتع ابناهم اكيد هو الاولياء احنا من خلال وجودنا تسع سنين هذوم لقينا الاولياء وقت يتمسوا هما يتكلموا وقت يتمسوا في اشكالية متاع مدرسة عددية نموذجية ولا في مقاطعة الواحد ينفوها المشكل تريغل يوليو يتلهاو في ولادهم وفي ابناتهم اكيد انه اليوم عنا نسبة من الانانية الانانية اللي هي قاعدة تضرب المنظومة الانانية الانانية كان على روحي خمم كان على ولدي اليوم الاولياء فهمت مبرمج ولده يقريه في المدرسة الخاصة يعملوا دروسه خصوصية يبعثوا حتى البر تصرفوا في المشروع التربية بتعولاتهم بالامكانيات المتوفرة عندهم ونقولهم ماذا صحيح لكن انت اليوم يجب أن تتكلم عن اللي ما عندوش وهذا الوجب لدينا اللي ما عندوش يجب أن نتكلم ونكون أصوات وهنا من جملة الأشياء اللي الدولة يجب أن تخدم عليهم العمل على تحميل الولي مسؤولته نحب الولي ولي هو يمشي تلقائيا بش يعطي مع أنه هذا يكون برنامج وطني من المختصين ونحاولوا بش نتصلوا بالأولياء بش خاطر في نهاية الأمر رهم الأولياء هم ترف أساسي للنشاح متع المشروع اليوم تحب تقاوم العنف تقاوم العنف بالتربية بالتعليم والبو يالبو والأم يجب أن يكونوا في الدار اليوم إذا أنت تحب الولاية يحترم هيبة المعلم والأستاذ يدلبوه ما يحترمش يدلبوه هو ما يستعملش خطاب معنتها محترم للأستاذ يتبع بوه دوق لوترافايل كله يتعمل من العائلة وبمشاركة المؤسة التربوية مشاركة المجتمع ومشاركة الأعلام على خطر هنا التكامل هذا هو دورنا بمسير هذا هو واذا هو إن شاء الله نتاج باهية لأبنان التلاميذ في مختلف الامتحانات وإن شاء الله الأفرح تعمل عائلة تونسية خلية غضاء أكيد لكن أنا دعوتي دعوتي للمسؤولين صحيح الكلام هذا نتمنوه لكن دعوتي للمسؤولين اليوم فالفترة اللي عنا ضمت هذا أشهر نحاول باش نخم في مع أنت إرساء التوجه الحقيقي الصحيح السليم اللي يخلينا راه لمنظومة تربوية جديدة شوف نحب نقول لهم راه الأعلانات والإجراءات لا معنى لها إذا ما تمسش المؤسرات ما تمسش المؤشرات السلبية اليوم أنا كل إجراءة تاخده إذا ما يكونش عنده علاقة وتفاعل مع نسبة الانقطاع المباكر عن دراسة نسبة النجاح في الامتحانات الوطنية فما ربما مؤشر الأخذ هذا كيف يجب أن يخدموا عليه هو اليوم تراجع نسبة المدرس اليوم كنا في 98% في 2012 اليوم حسب الأحصائيات المصرحة بها من أطراف المعنية وصلنا في 92% اليوم عنا 16 ألف من مواليد 2017 ممشوش يقراو ممشوش يقراو في السنة الأولى اللي يحب يخدم بالحق يخدم على المؤشرات هذه خاتر في خدمتك على المؤشرات هذه شلق الحلول والحلول ينفوها لقيت الحلول هذه المؤشرات هذه بيضا نقلص سريضا نأمل في إصلاح تربوي يعطي دفع حقيقي للمنظومة التربوية وتكون هي مؤشر ناجح لمستقبل تونس أكيد هذا كوأمن البلاد البلدان تتبنى بمدرسة بأنظمة التربوية شكرا سريضا زهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلمير وشكرا على السلام اللي بلغتولك وانت شكرا على الاستثافة وان شاء الله نكون عطيت إضافة وان شاء الله اليد في اليد النجم نقدموا باللي نجم نقدموا فيه كل واحد من موقعه يعطي لجامعتها شكرا اشتركوا في القناة